مساء الخير لكل حبايب يسعد مساكن أصدقائي خبر بي هولندا مركز تير أبل ممتلئ لدرجة أنه هاي المرة الأولى من فترة طويلة واضطر طالب اللجوء إلى النوم في غرفة الانتظار الليلة الماضية لجأ 2355 طالب لجوء إلى مركز تير أبل وهو أعلى رقم من بعد ما حاكم القاضي بعدم السماح لأكتر من ألفين شخص بيتير أبل ولكن أصدقائي لم يكن هناك مساحة كافية لإستعاب الجميع يعني ما في مساحة زيادة لإستعاب جميع اللاجئين أو جميع الأشخاص اللي عم يروحوا على تير أبل ففي عشرين شخص حسب مكتوب الخبر في عشرين شخص اضطروا يناموا الأربعة يعني ليلة الأربعة والخميس عشرين شخص يناموا بغرفة الانتظار تمام؟ هون الخبر أصدقائي فيكن تشوفوا هلأ أصدقائي لنكون واضحين أنا اختصار أكتر من هيك أكتر من هيك ما فيني هلأ فيه كتير أو فيه شخص قال لي أنه اختصر لو سمحت شو بدي اختصر؟ يعني إذا أنتو بتشوفوا بتفوتوا على الخبر بالصحف الهولندية وبتشوفوا الخبر ماشي جريدة فأنا اختصرت هذا الخبر تبع تير أبل هلأ أنا مختصره على فكرة أكتر من هيك ما عند مفهوم الصراحة ما عند مفهوم الخبر فالناس أنت لازم تعطي الخبر حتى لو مختصر بس لازم تعرف وتفهم الناس أنه هيك عم يصير بتير أبل المفرد آآ تماما أصدقائي بيتمنى يكون كل شي واضح بهذا الخبر وبهذا الفيديو هلأ أسئلة المتابعين جدا مهمة أصدقائي ولكن بس يعني هذا سؤال مكرر بس أنا حابب لأنه أكيد هذا سؤال يعني ما كل الناس تعرفه إذا واحد وصل على هولندا وعمره 18 سنة إلا شهر يعني بقي له شهر ليصير عمره 18 بيقدر يعمل لم شمل الجواب يقدر يعمل لم شمل ليش؟ لأنه هو بصم قاصر هو إجا عمره 17 سنة وشوي يعني بقي له شهر ليصير 18 فبيحقلك تعمل لم شمل الحبيبي ما في أي مشكلة بصمة الكامب نحنا بنقدر هذا السؤال تاني بصمة الكامب نحنا بنقدر ما نروح عليها لا ما فيكم ما تروح عليها إلا إذا في سبب مغنى إذا ما عندك شي فنروح على بصمة الكامب تمام أما إذا في شي ضغوري آآ دكتور عالي محامي عندك موقع ضغوري تروح تسلم إقامتك تروح الـ END وإلى آخره في شي ضغوري أنت بتخبر الكوة أنه أنه أنت ما فيك تروح على آآ ما فيك تيجي عفوا تتواجد بالبصمة لأنه عندك شي ضغوري فلاهون بقدر فيكم بس ما فيكم تغيبوا هيك من عنكم ممكن ممكن تعدي أول مرة وتاني مرة بس آآ ثالث مرة يمكن أو يمكن في إلا أي في إلا مرات معادية يمكن آآ ثلاث مرات خلاص إنه آآ بيتصير عليك يعني آآ مشكلة أو أو بيخصنوا منك أو شي ما بارفل من اصحاب التجربة اكتب لنا تحدي التعليقات تمام اصدقائي انا حبيت اختصر كل شي هيك بفيديو عالسريع تحياتي للكم رح اسكر ثلاث اسمه كل عادة ابو عمر الرشا واميرا امارة كل التحية للكم ولكم متابعين وتصبحون على الف خير رحشوفكم فيديو تاني ان شاء الله